تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة من سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أعرب سموه فيه عن أخلص التهن والتبركات بمناسبة النجاح الكبير الذي تحقق لجائزة البحرين الكبرى طيران الخليج للفورميلوان لعام 2022 أشار سموه إلى ما تحقق لجائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان 2022 من نجاح مشهود يأتي بفضل قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهود الوطنية لفريق البحرين ومتابعته المستمرة لهذه الجهود ليأتي هذا الإنجاز إضافة إلى ما تحقق لمملكة البحرين من نجاحات في مختلف المجالات وعلى كافة الأصيدة أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة أن هذا الإنجاز الرياضي يضاف إلى سجل النجاحات المتتارية التي تحققها مملكة البحرين في استضافة هذا السباق العالمي ويؤكد على ما تتمتع به من مقاومات حضرية ومكانة إقليمية ودولية وقدر على تنظيم واستضافة الفعاليات المهمة وغيرها من الأحداث الرياضية الدولية